بسم الله الرحمن الرحيم أيضاً صلت فكرة عن كونات هذه المواد التي قد تكون آمنة وقد تكون بنفس الوقت آمنة بالمستهلك الهدف من عدنا هو أن يصبح عدنا حلقات متتالية حول هذا الموضوع موضوع حماية المستهلك وسلامة الأغذية وتشخيص تحليل مركبات في المواد الغذائية بصورة عامة واستخدام المختبرات اللي هي في تماث مع المستهلك وطرح معلومات للمواطنين بشكل علمي موثّق اليوم راح تكون حلقتنا عن الستيفيا وعن هذه النفتة اللي احنا عندنا دراسة فيها في البصرة في مختبرات جامعة البصرة كلية الزراعة قسم علوم الأغذية طالب الدكتوراه أيضاً تعمل على الستيفيا ونحن نشتغل من الناحية التغذوية على الستيفيا اليوم راح نسلط الضوء على هذه المنتجات هذا هو عندنا منتج سعودي هذا منتج سعودي أيضاً منتجات من أندونوسيا، ماليزيا إلى آخرها الشرق آسيوية منتجات أخرى أيضاً من مصر وهناك أيضاً محليات أخرى تستخدم طبعاً للدات واللي يعدهم السكر أنا أنصح طبعاً نصيحتي للأخوة اللي يشتغلون نشتغل على الستيفيا أفضل، آمن، سيفتي يعني بقدر الإمكان لكن الستيفيا هناك إضافة مادة أخرى شوية راح تخلينا مرح ناخذ نستهلكة بكمية كبيرة مادة أخرى تضاف لو شفون إحنا المكونات طبعاً هي موجودة الستيفو اللي هو المادة المحلية ولكن موجود السيربيتول اللي هو موجود 2.5 جرام هذه المادة ما تأخذ بكميات كبيرة طبعاً الستيفوسايد موجود مرات 2.5 ميلي جرام وبعض الأحيان في بعض المنتجات تزداد عدد هذه النسبة هذه النسبة محددة ما نقدر نستهلكها أكثر بأن السيربيتول أيضاً من المواد الوجدوا أنه بيها ضرر على الإنسان إذا استهلكت بكميات كبيرة حسب الوحوث الأخيرة لذلك إحنا ننصح بأنه الشخص اللي يريد يأخذ منتجات الأستيفيا يأخذها بشكل معتدل وهذه آمنة بالنسبة لأنه ما بيها أي تأثير أو ما بيها كارسوجينيك يعني مسارطنة أو تترسف في بعض مثلاً بالكلية أو بالدماغ أو بالكب هذه المنتجات تقريباً كل البحوث اللي إحنا خذيناها طبعاً على الإستيفيا هناك عديد من البحوث اللي اتناولناها في الإستيفيا كثير من البحوث اتناولنا هذه يعني كثير من على الإستيفيا على الإستيفيا نلاحظ هناك وعندنا أيضاً هي دراسة مع جسير طالبتنا الآن سبسائر تشتغل على الإستيفيا شفنا أن هذه المادة هي آمنة وممكن لها مستقبل بأنه يستطيع المصاب بالسكر اللي يريد حميا أنه يأخذ مواد محلية وبنفس الوقت آمنة هناك شركات عديدة تخلط في استخدام هذا المحلي الطبيعي شكراً لكم